ايه رأيكم يا جماعة؟ في المفاجأة اللي احنا عاملينها لها دي هتبسطها؟ دي فكرة جامبة ده هتعجبها جدا ده هتتفاجئ دي مفاجأة حلوة قاوي ايه ده؟ دي باينها جات، انا سمعت صوت الباب ايه ده؟ ايه الهبل اللي انتو عاملينه ده؟ ايه ده؟ تورتة وحطينلي فاها شامعة عشان ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده عيد ميلادك يا ست بكل، كنا عاوزين نفراحك ونعملها لك مفاجأة وانتو يعني طول عمرك وبتعملولي اعياد ميلاد جايين وانا في السن ده وتقولولي عيد ميلادك انتو لسه فاكرين يا اسات زه ايه شكلها كده زعلت منينا ولا ايه؟ اه باين كده ده هتقلب علينا قلبة سودة ايه يا ماما انتو مش مبسوطة ولا ايه؟ ده احنا قلنا نفراحك يا حبيبتي مبسوطة بقى انشاء الله هو انتو عندكو دم ولا بيتحسو؟ ده ايه القرف اللي انتو حطينه دي قل تورتة وحيطة شامعة؟ ليه بس يا حاجة كده ليه؟ هو احنا عملنا ايه يعني؟ هو ايه اللي ليه؟ ما انتوش عارفين ولا ايه؟ ولا مش حاسين باللي بتعملوه؟ يعني انتو مستخفين بيا ولا مستصغريني؟ انت عايزين تدحكوا العيال عليا؟ يعني ابقى في السن ده والعيال الصغيرة تضحك عليا؟ ده انا بقيت مصخرة يا ماما مين قال بس الكلام ده احنا بنحتفل بك يا حبيبتي؟ امالي يعني ده اسمه ايه؟ ده اسمه مصخرة وانا من امتى كنت بتعملولي تورتة ولا كنت بتعملولي الكلام ده؟ لسه فاكرين بعد ما بقيت عندي كم سنة؟ ده انتو حتى ما كنتش بتقولولي كل سنة وانت طيبة يا ماما ايش معنى السنة ده يعني ايه اللي جد؟ يا ماما انت فاهمة غلط احنا فرحانين بيك ومبسوطين بيك وجايين نحتفل بيك وبعيد ميلادك والعيال فرحانين ومبسوطين ومزقطتين وقلنا نفرحك ونعملك مفاجئة احنا مقصدناش ان احنا نزعالك ولا نضايقك وبعدين ايه يعني السنة ده؟ او مش السنة ده؟ انت مجبرتيش يعني عشان تقولي نفس سنة ده تعملولي عيد ميلاد حبينا نفرحك بس والله مش اكتر وانتو يعني لما تعملولي عيد ميلاد وتعملولي تورتة وشامعة انتو كده مش بتفكروني بسني؟ يعني ايه؟ انتو كده بتفرحوني بقى ولا ان شاء الله؟ ده انتو جايين تغموني بقولكو ايه؟ لموا نفسكو كده واحترموا نفسكو؟ بقولك اهو خلاص يا ماما ما ازعاليش نفسك لو انت حاسة ان الموضوع ده دايق خلاص احبلش منه خالص بعد ايه ان شاء الله؟ بعد معكن انتو مزاجي وخلتون اتغمات جاتكو غم ياخدكو يا حاجة ما حدش عمل حاجة من اللي انتو قلتها ده يعني احنا ما اتمسخرناش عليك ولا اي حاجة احنا كل الموضوعنا جايين نقولي كل سنة وانتو طيبة وانفرحك انت مكبرة الموضوع قوي يا حاجة زيادة عن اللزوم احنا كنا عاوزين نفرح بيكو والله يا حاجة مش اكتر اللي عايز يفرح حد كان يفرحوا بطريقة تانية مش اللي انتو عملتو ده ايه الهو الليلة اللي انتو عاملينها دي وجايبين لطورتة وشامع بدل الطورتة والشامع والحاجات اللي انتو عاملينها دي كلها كنتو جبتو لهدية كده غالية عليها الايمة دي ليه ابيا وبعدين كنتو فاين كل السنين اللي فاتت دي كلها ايش معنى السنة دي يعني ما جيتوش ليه خدتوني في حدنوكو كده وطبطبتو علي وقلتلكو الليسانة وانتو طيبة يا ماما التورتة والشام تورتتة اهوي شامع اهوي زفت اهل اللي انتو جايبينه جايبين لكو تمسخرة علي ماشي وتقولولي احنا فرحانين بك يا ماما وجايين نفرحك يا تكونيلي وانا اللي كنت نفكراتكو جايين عشان تاخدوني كده في حدنوكو تعودوا معايا شوية اللي جايين عاملين ليه مسخرة يا حاجة والله ما فيه اي حاجة من اللي في دماغك دي خالص واللي انت فكرت فيها دي خالص احنا كنا جايين عشان نفرحك انت بقالك كتير مفرحتيش فقلنا نعملك مفاجأة ونفرحك ما قصدناش حاجة وحشة خالص بس انا مش فاهم يعني انت كبرت الموضوع اوي كده ليه وبعدين احنا جايبين لك سلسلة حلوة اوي هدية يا حاجة متشكر يا سي مصطفى بيخلي السلسلة دي هتدها لمراتك اكيد هي اللي وحتك علي ايه اللي قالت لك روح اعملولها عيد ميلاد عشان نتريق عليها ونتمسخر عليها بعد كل السنين دي كلها تسمع كلام مراتك وتيجي تدحك علمك وتعملها مضحكت القعدة لا ومش جاي لواحدك ده انت لامم اخوتك وراك ماشيين وراك زي النعجة وجايبهم وجايين عشان تتريق علي اللي تقادب ومسخرة والله يا حاجة لو اعرف ان الموضوع ده هيزعالك اوي كده ما كنت فكرت فيه خالص ولا عملت ولا كنت جبت اخواتي خالص انا كان قصدا فراحك بس والله مش اكتر بقالك كتير مفرحتيش لكن ما كنتش عرف انك هتزعالي اوي كده روح لها روح لها يا اخويا وقول لها انا رحت التريقة علمي وادحكت عليها ماشي ماشي يا مصطفى ام اتكبرت الموضوع اوي يا مصطفى انا قلتلك من الاول بلاش هي ملهاش في الكلام ده يا ابني يا ابني قلتلك بلاش هتفكر ان احنا بندحك عليها احنا عمرنا ما عملنا لها حاجة زي دي احنا ما كناش بنقولها كل سنة وانت طيبة حتى وانت فضلت تقولي لأ ده هتفرح وهتنبسط وهتتفاجئ وي 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 وده النتيجة يا عم والله انا كان في نية انها تفرح ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل لو عارف ان هو كل ده هيحصل وان هي هتزعل بالشكل ده ما كنتش عملت كده خالص طب احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي انا بقول ادخل لها كده وصالحها وقول لها كلمتين كده يرادوها ايوة ايوة ادخلي يا ايا ادخلي الاحسنان ازعلان من نفسي قوي والله ما كان في نية اي حاجة من اللي هي قالتها دي خالص انا كل اللي كان في جميع ان انا فرحها وابسطها وبعدين الفكرة دي اصلا في الاساس ما كنتش فكرتي انا دي كانت فكرة ايا هي اللي قالت نروح نفرحها ونبسطها وخصوصا ان احنا عمرنا ما عملنا لها عيد ميلاد هتتفاجئ بالموضوع ده جامد حصل والله فعلا عندك حق الفكرة دي كانت فكرتي انا بس انا والله برضو كان نفسي ان انا فرحها كما كانش في نية اي حاجة وحشة وقلت يعني اخرجها من حالة الحزن اللي هي فيها لاني حاسة ان بقالها فترة كبيرة كده حاسة ان هي ايه دايما تقعد لوحدها كده ودايما حزينة انا قلت نتلم كلنا كده ونجيب العيال ونفرحها ونهزر وندحك وتبقى ليلا جميلة وخصوصا ان احنا يعني بقالنا كتير قوي ما تلمناش في قاعدة واحدة قلت الموضوع ده هيفرحها جدا ياريتني ما كنت فكرت الفكرة دي دي جات على دماغنا كلنا طب خلاص خلاص ادخل لها يا اي دلوقتي وشوفها كده دلوقتي عاملة ايه شوف كده ينفع ندخل لها كلنا كده ونتأسف لها ولا نعمل ايه طب خلاص انا هدخل لها دلوقتي واشوف ما زاجها عامل ايه كده ولو لقيت الدنيا تمام هندع لكو كلكو عشان تدخلوا لها ونقول لها كلمتين حلوين كده اهو نراضيها ماشي ادخل لي جرابي كده يلا هربنا معاك ايه يا ست الكل انت زعلت ليه بس هو احنا نقدر يا ست الكل على زعلك ولا حتى نقول لك اي كلمة دايقك اه ما انتوا قدرتوا فعلا على زعلك وجايبين بعضوكو كده ولمين بعضوكو بربطة المعلم وجايين تتمسخروا علي والله يا ماما ابدا ما فيه اي حاجة من الكلام اللي انت فتكرتي في دماغك ده كل النية ان احنا كنا جايين نفرحك يا حبيبتي ونعملك مفاجأة تبستك اصلا احنا شفناك كده يعني بقالك فترة طويلة دايما قاعدة كده لوحدك ودايما حزينة فقلنا ان احنا نفرحك يا حبيبتي لا ده انا زعلان زعل جامد ده انا قلبي مكسور وخصوصا منك انت انت بالذات انا يا ست الكل ليه بس ده انا بقول انت الكبيرة العقلة انت اللي فهم امك وانت اللي عارفة امك تقومي تعملي كده بقى هما يقولولك حاجة انت تجارهم في اللي هما بيقولوا وتجوا تتمسخرة وتتريأوا علي وتعملوني مسخرة وعيد ميلاد ايه وترثت ايه وانت عارفا انهلا ليه في الكلام ده ولا باكلت السكريات ولا الحرويات انت عارفا ان الدكاترة منعين من الكلام ده جايبها لإيه انت بقى عشان تقود تهلله كده وتتمسخر وتتريقوا علي وتعملوني أنا المسخة بتاعت القاعدة لا والله أبدا يا ماما عمتني يا ست الكل ما تزعليش حقك علي وفقراسي ما عدتش هعمل كده تاني ولا عدت دايق كده تاني ده أنا بحبك أو يا ماما وانت عارفة أنا كان قصد ان أنا سعيدك وفراحك ده أنا حتى كنت عايز نزدلك صورة على النت وابعت لك تهنئة كده وصورة حلوة والناس كمان تفرح معانا بيك يعني بس أنا خفت قلت لحسن انت ما تكونش بتحب الموضوع ده يعني عشان كان يبقى يوم قطين ومش معدي لو كنت عملت الحركة دي عشان كنت لقى بقى النت كله الناس داخل عملا تقولي كل سنة وانت طيبة والحاجات الهبلة والهايفة بتاعتك دي وانا يا بيت تعييلة صغيرة عشان تعملي كده إياك تعملي حاجة زي دي ما عملتش يا ماما حاجة ما عملتش والله أنا كل اللي عملته إن قلت لإخواتي تعالوا نروح نعمل لماما وفاجأة ولمتهم وقلت لهم تعالوا نروح نقول لها كل سنة وانت طيبة ونحتفل بعيد ميلادها مش أكتر والله بس عشان خطري ما تبقيش زعلانة مني ماشي يا آية ماشي اروح ندي لإخواتي بقى عشان يجوا كده يتأسفوا لك قبل ما ينزلوا انت تاخد الترطة اللي برا دي وانت ماشي انا مش عايز أي حاجة هنا في البيت انا بقول لك اهو اديها يا اختي لأولادك يا كلوه وروح نديها لإخواتك بقى عشان نخلص من الفيلم الهند بتاعكو ده يا مصطفى يا مصطفى حد إخواتك وتعالوا يلا ايه يا سيدي تقول انت لسه زعلانة مننا برضو ما أصدناش والله يا حاجة احنا حبينا نفرحك لا يا ابني خلاص انا بقيت كويسة حصل خير بس الموضوع ده ما عادش يتكرر تاني انتو فاهمين ولا لا حاضر يا ماما ما عدناش هنعمل اي حاجة زعلك تاني يا حبيبتي مش عايزة مننا اي حاجة يا حاجة نعملها لك قبل ما نمشي لا يا حبيبي شكرا قطر خيرك هعوز سلامتكو طب يا ماما احنا هنمشي مع السلامة بقى مش هتعوزي مننا حاجة سلام بقى يا حبيبتي يلا يا حبيبي معا الف سلامة قال ايه في السن ده وجايين يعملول عيد ميلاد وتورطة قال بعد ما شاب وادو كتاب بعد كل السنين دي جايين يعملول عيد ميلاد ولا انتو ايه رأيكو يا جماعة اني بتاعي تعد ميلاد برضو هههههههههههههههههههههه اشتركوا في القناة